أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان بمناسبة عيد الأم بحي كل الأمهات في كل مكان الأمهات الأرامل بحب أحي رجال اللي فقدوا نساءهم زوجاتهم وبحب أحي كل الزوجات اللي فقدوا أمهاتهم والأمهات اللي بيتمنوا أطفال لكن لسه الرب ما أعطاهم النصيب الصالح لكن عندهم روح الأممة إلى كل الأمهات من كل الخلفيات بغض النظر وين أنت موجودة في أي مكان بحب أحييك في اسم الرب يسوع المسيح وحابب أقول لكل الأمهات كل عام وأنتنا بألف ألف ألف خير طبعا اخترت العنوان نساء في الخفاء دايما في مناسبة عيد الأم نختار أنه نتكلم عن أمهات عظيمات وما أكثرهن في الكتاب المقدس مثلا أم موسى وأخت موسى مريم أخت موسى وهارون ومن قبل أم موسى نقرأ عن صارة وعن هاجر نساء عظيمات الله باركهم واستخدمهم بأمور عظيمة مش بسارة وهاجر نحن نقرأ عن حنة أم صموئيل اللي رب أعطاها صموئيل وأصبح واحد من أعظم الأنبياء في العهد القديم اللي رسم أول ملكين على إسرائيل وآخر قادي وكاهن آخر قادي اللي كان بيقضي وكان أيضا كاهن وحاكم وقائد عسكري وروحي فكل هاي الصفات اللي اجتمعت في صموئيل بسبب صلوات أمه ماذا نقول عن دبورة القاضية اللي انتصرت في المعركة وأنقذت شعبها ماذا نقول عن أستير اللي أنقذت كل شعبها من الهلاك ومن الدمار ماذا نقول عن رعوث المؤابية اللي أصبحت من سلالة الرب يسوع المسيح ماذا نقول أحبائي عن نساء كثيرات مثل المرأة الفاضلة اللي بيتكلم عنها سفر الأمثال إصحاح 31 ماذا نقول عن المرأة الشنمية العظيمة اللي اهتمت برجل الله أليشع اللي الرب أعطاها طفل والرب أقام طفلها أيضا من الموت وأنقذها عدة مرات ماذا نقول عن أرملت صرفة في منطقة صيداء صيدون اللي اهتمت برجل الله العظيم إليا النبي ماذا عن النساء اللي في العهد الجديد اللواتي خدمنا الرب يسوع المسيح من احتياجهم ماذا نقول عن مريم المجدلية اللي أخرج منها الرب سبعة شياطين واللي كانت تعتني و تهتم بإحتياجات المسيح وهي اللي كانت عند المسيح أو مع المسيح عند الصليب وتعتبر أول شاهدة لقيامة المسيح من الأموات لكن في كتير نساء يمكن مش مثل هؤلاء النساء العظيمات ولكن في حساب الرب يسوع المسيح ما نسي أي امرأة تعرفوا المسيح اتعاطف مع المرأة الخاطئة عندما قال للفريسي أنها غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرة وماذا نقول عن الامرأة أو المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني والرب تعامل مع العدالة العرجاء والظلم الاجتماعي والرياء المبرقع ومظاهر التدين الخارجي فالمسيح أدان مثل هؤلاء الناس لكنه أحب هذه المرأة وأنقذها وخلصها أيضا ماذا نقول أحبائي عن المرأة السامرية الرب يسوع كسر العنصرية الموجودة في تلك الأيام العداء بين اليهود والسامريين وبسبب السامرية كان خلاص لكل المدينة واعترفت أن المسيح هو مخلص العالم ماذا عن الأرملة اللي مدحها يسوع المسيح اللي قدمت كل ما عندها معيشتها قدمت فلسين بالمقادمة لم يمدح عطايا الفرسيين اللي كانت من فضة وذهب أيضا ماذا نقول عن المرأة الفنقية اللي الرب مدح إيمانها أكثر من أي إيمان آخر وحرر ابنتها من الشيطان ونساء كثيرات أحبائي ماذا نقول عن نازفة الدم التي لمست يسوع وشفيت من هذا النزيف ماذا نقول عن المرأة المنحنية اللي كان عندها إنحناء وقد ربطها الشيطان مدة ثمانية عشر سنة وهي ابنة إبراهيم أنقذها يسوع المسيح وشفاها وخلصها أيضا وماذا نقول أحبائي عن النساء في سفر أعمال الرسل وفي الرسائل ماذا نقول عن النساء اللواتي خدمنا مع الرسول بولوس مثل ليديا باعة الأرجوان مثل بريسكيلا مثل فيبي وأخريات كثيرات سجلهم موجود في روميا إصحاح 16 وماذا عن الكنيسة الأولى النساء اللي كانت تتحمل أشد الاضطهاد ونيران العذاب في كل أنواعها وكانت تشجع أولادها وهن رحين على الموت أنه ما يخافوا أنه بعد قليل رح يكونوا مع يسوع المسيح وهكذا سجل النساء الفاضلات والخادمات عبر كل التاريخ ما زال حتى يومنا هذا وكم من النساء وكم من النساء اللواتي يعملنا في الخفاء يمكن مش مذكورات في سجل التاريخ مش معروف عنهم أي شيء لكن الرب شايف تعب المحبة وشايف الأمانة وكم من النساء اللواتي ذرفنا الدموع على أولادهن وعلى أزواجهن وكم من النساء اللواتي تحملنا كل أنواع الاضطهاق والكلام السلبي وكل أنواع التحقير والتقليل من القيمة في سبيل محبتهم للرب وكم من النساء اللي قلبهم انكسر بسبب محبتهم عندهم توقع معين ولم يتم هذا التوقع وكم من النساء اللواتي عندهم أحلام عاوزين تتحقق وعم بيشوفوا كل المضادات وكل التيارات المضادة كم من الناس اللي بتخدم من وراء الكواليس أنا بحب اليوم أشهد أحبائي أنه خدمة نور لجميع الأمم هي قائمة على العديد من النساء اللواتي يصلين كل يوم من أجل هذه الخدمة وأغلب اللي يعني اللي بيخدموا معانا واللي بيتطوعوا واللي عندهم رؤية واللي عندهم قلب على الخدمة أكتر من تسعين في المية هن من النساء اللي على قلبهم الخدمة كم من النساء اللي بيعملوا ولكن ما حد شايف أنا عاوز أقول لكل أم أنه الله شايف شايف كل دمعة شايف كل محبة شايف كل أماني شايف كل تضحية شايف كل خدمة والله لا ينسى تعب المحبة بل يكافئ ويبارك أيضا كم من النساء اللواتي يصلين من أجل النهضات وفعل النهضات كثيرة حدثت بسبب صلوات النساء عاوز أقول أنه الرب شايف الرب عارف الرب حافظ كل دمعة وهي في ذكره وهي في الزق موجودة عنده بيحتفظ فيها الرب اللي شايف هو اللي بيكافئ على التعب المحبة اليوم في كتير نساء فقدوا أحباء فقدوا أم أو رجل فقد زوجته وعنده أولاد وعم بعاني كل أنواع المعاناة وكم من الأرامل اللي بيشعروا أنهن منسيات وكم من الأمهات اللي بيصلوا من أجل أطفال عاوزين شهوة قلبهم أنه تتم عاوز أقول لجميع هؤلاء أنه ربنا حي ربنا موجود ربنا بيكافئ ربنا بيبارك ربنا لا ينسى أي إنسان هو ليس في سجل النساء العظيمات مسكورات في سجل بطلات الإيمان وفي معارك الشرف لكن كم من كنا أنتنا أحبائي اللي بيخدم بأمانة والرب هو اللي شايف والرب هو اللي عارف ظروفك في هذا العيد أنا عاوز أشجعك وأقول أنه الله بيحبك والله شايفك والله عارف كل شيء عنك بيعرف فكرك بيعرف دخولك وخروجك بيعرف عملك بيعرف قلبك فاهم كل شيء عنك ولكن اليوم أنا عاوز أضم صوتي مش بس أبارككو وأعايد عليكو لكن اليوم أنا عاوز أرفع صلاة لكل يعني أم فقدت شخص عزيز على قلبها أو أم يعني فقدت واليوم إحنا منحتفل والذات منتذكر أمهاتنا أنا بصلي إنه الرب يعزيكم والرب يشددكم وبصلي كمان اليوم لكل الأمهات اللي موجودات طريحة الفراش بمرض معين وصلي في اسم الرب يسوع يسوع اللي هو ما بيتغير هو هو أمس واليوم وإلى الأبد مكتوبه جميع الذين لمسوه نال الشفاء بصلي إنه يسوع يمد إيده عليكو يشفيك من كل ضعف ومن كل مرض في تعزيه في بركة في شفاء في حضور غامر في تشوفه صلوات مستجابة وتحل البركة بصلي من هذا اليوم يكون استرداد لكل مسلوب في حياتك وربنا يعود لك عن كل السنين اللي أكلها الجراد بسنين خير وبركة وسنين فيها ثمر متكاثر نعم نساء في الخفاء في يوم من الأيام عندما نكون جميعنا أمام العرش رح نكتشف كم من هؤلاء النساء اللواتي تركنا بصمة عظيمة على مجتمعاتنا وما حد بيعرف فيهم وكم من الصلوات التي رفعت ولا أي حد بيدرك لكن هي كبخور محفوظة عند الرب والرب رايح كافي وأريد أن أقول في هذا اليوم يمكن أنت مريتي في فشل وفي معاناة عم بتحس أنه ما كنتش الزوجة المثالية أو بتحس أنه ما كنت الأم المثالية الله بيتعامل مع فشلنا أيضا الماضي هو ماضي والماضي تحت الدم خلينا اليوم نبتدي بداية جديدة بكل بساطة صلي وقول له يا رب أنا عاوز أكون المرأة الأم الأخت الزوجة اللي أنت مجهز لي أكون صليها أقول له يا رب سامحني على كل خطية أنا بتوب عن كل تقصير اعلن اليوم أما أنا وبيتي فنعبد الرب اعلن اليوم متل ما مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك اعلن اليوم بالإيمان أنه زوجك عيلتك أولادك بناتك جميعهم تلميذ للرب الرب يحافظ عليك ويحميك وربنا فعلا يعطيك سؤل قلبك وبصلي في اسم الرب يسوع يشفي كل أمراضك وأيضا بصلي اليوم يكون رجوع حقيقي للرب بغض النظر شو الماضي يمكن ارتكبت جريمة قتل من الإجهاد برضو الرب بيخفر ماضينا ويمكن ارتكبت خطية معينة في حق زوجك أو في حق بيتك الله هو اللي بيخفر جميع خطيانا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم اليوم اعلني أنا خليقة جديدة أنا بنت للرب اعلني اليوم أنه أنا من اليوم يعني رح أبتدي من جديد معنى الرب واليوم أنا عاوز أكون تاب على الرب مخلصة للرب وصلي اليوم أن الرب يباركك يبارك بيتك زوجك وأولادك وتكون مباركة في كل ما تمسكي مادياتك ممتلكاتك بيتك كله يتحول للبركة وبصلي حضور الرب يغمر بيتك وحياتك في اسم الرب يسوع المسيح وبصلي كل من يشاهد هذا الفيديو تحل عليه البركة في اسم الرب يسوع حتى تصل البركة لأكبر عدد ممكن شاركوا هاي الرسالة مع أمهات اللي بيحتاجوا يسمعوا هذه الرسالة والرب يباركك وكل عام وانت بألف خير شاركوا هاي الرسالة مع أمهاتك